السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو في السرواات جديدة في البداية سنتحدث عن ايباد و الماك ثم سنتحدث عن ايفون و السلسة الايفونات الجديدة كبداية ابل جلست تعمل على شاشات خاصة فيها OLED معروفة سامسونج ماسكا الوالد والجي ماسكا الوالد ابل راح تنزل شاشات خاصة فيها بتسميها mini OLED راح تكون افضل الشاشة بتكون اصغر فعندها مساحة داخل ان يمكن تكبر البطارية او تسقر الجهاز ما نعلم قبل خمس سنوات راح اقول لكم انه بتسقر الجهاز لكن ابل احين قمت تفتر على شكل جديد او خطة جديدة ان هي عادي تكبر الجهاز عشان تكبر البطارية فان شاء الله تكبر البطارية اكثر فالشاشات mini OLED راح تكون افضل لان اللاير داخل الحق التتش واللد راح يكون قطعة واحدة فبتكون اصغر وفيها ميزات اكثر ان الوان افضل سطوع اقوى بطارية راح تستهلك بطارية اغل فننتظر الايباد الجديد في 2020 يمكن اكتوبر ينزلونا توقع انها في اكتوبر فهذا مميزات الايباد طبعا التسريب الوحيد اللا عن الايباد نعرفه ونعرف انه يحطون سعر كاميرتين في الخلف والدبث والثري دي فهذا الايباد وطبعا الشاشة نفسه يقولون انه يحطونها برضو في الماك الجديد الماكبوكات الجديدة اللا بتمزل اللا بطبات الجديدة راح يحطون فيها برضو الميني لد الجديدة طيب خلصنا ننتقل حين عن الايفون كبداية اللي ما شاف الجزء الاول والجزء الثاني لازم يشوفه عشان يكمل معانا الجزء الثالث في السلسلة هذه فلو بنتكلم عن السلسلة السلسلة اللا راحت السلسلة الجديدة اللي ينزل ممكن في مارت راح تكون حجم الشاشة 4.7 اللي هو السلسلة 2 4.7 يتم LCD ممكن هو الجهاز الوحيد اللي يتم LCD لان ابل تنتقل كل جهاز الجديدة اللي بتنزل مثل المنزلة الـ 11 Pro 11 Pro Max فالـ 2020 راح يكون كلهم OLED فهو الوحيد بيكون LCD بيكون A13 اللي هو موجود في الايفون 11 و 11 Pro 11 Pro Max المعالج بيكون عليه 4G فما راح يكون عليه 5G لانه الجهاز الرخيص اللي بيكون و بيكون فيه كاميرا واحدة بس حلو لحق الاشخاص اللي ما يحتاجون ثلاث كاميرات ما يحتاجون كاميرتين يحتاجون كاميرا واحدة و تفي بالغرض و ان شاء الله يحطون الـ Wide Angle في الكاميرا واحدة عشان يكون افضل و افضل و راح يكون جهاز رخيص يمكن يبدأ من 400 دولار فننتظر الجهاز و نشوفه فهذا الـ SE و راح تكون 5.4 و راح ينزل 12 ثاني الـ 6.1 فهيكون جهازين 12 Pro و جهازين 12 فهي حركة حلوة يكون 4 جزة بدلا ما يكون 3 جزة الـ 12 Pro راح تكون فيها الشاشات الجديدة وهي الـ OLED الجديدة اللي بتنزل هابل و بيكون فيها الـ A14 مع الـ 5G و ثلاثة عدسات أو ثلاثة كاميرات و الكاميرا الرابعة برضو بتكون حق 3D Depth Sense فهي حركة حلوة اما الـ iPhone 12 اللي قدنا لكم 5.4 و 6.1 يكون الـ OLED LCD العادية اللي موجودة في الـ iPhone 11 Pro و 11 Pro Max بيحطونها ما راح تكون الميني OLED و بيكون على الـ A14 نفس الـ iPhone 12 Pro لكن الـ 5G راح تكون الـ 5G العادية لان الـ 5G راح بيحطون 5G نوعين الـ 5G في الـ 12 Pro و 12 Pro Max راح يكون 5G سريعة و الـ 5G في الـ 12 راح تكون عادية فهذا الفارق و راح يكون فيه كاميرتين فلو نرجع مرة ثانية OLED راح يحطون فيه A14 راح يحطون فيه الـ 5G العادية هذا في الـ iPhone 12 الـ iPhone 12 Pro الـ A14 الـ OLED الجديدة يمكن الـ Mini OLED يحطون فيه و الـ 5G السريعة و 3 عدسات و الرابعة 3D و الحجام 6.1 و 6.7 لحق الـ iPhone 12 Pro أما الـ iPhone 12 Pro العادي 5.4 و 6.1 ف راح يكون حركة حلوة هذا لحق الـ iPhone هذا لحق سنة 2020 ف 2021 أبدا راح تغير كل شيء خذت السيربات لطلعت حين راح يخلون فيه أجهزة راح تنزل بداية السنة و أجهزة راح تنزل نهاية السنة في سبتمبر فحركة حلوة بالنسبة لي راح تكون مثلاً في مارش راح ينزلون لك أجهزة رخيصة الـ 5.4 و 6.1 هذا الأجهزة رخيصة يمكن يخلونها مثل نوعية الـ 11 هذا الأجهزة راح تنزل هنا والـ iPhone الغالي راح تنزل في سبتمبر كالعادة 6.1 و 6.7 فالـ Pro تحطونها في السبتمبر فحركة حلوة تكون لأن الكل يعرف أن أصلاً سوق الجوالات في نزول فأبل تبي كل 6 شهور تنزل جوال حركة حلوة لكن لا تستغربون كل 6 شهور تنزل جوال لكن ما راح يكون الجوال اللي في مارش اللي بداية السنة راح يكون أقوى من اللي نزل في سبتمبر لا راح يكون رخيص لكن معالجات الإجهزة القوية فهذه الشيء الوحيد وهذه الأشياء اللي نعرفها حين والتوقعات اللي بتنزل قدام فبس ففي نهاية الفيديو تنسوني اشتراك بالغناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وفي تعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني الفضل داعاكم والسلام عليكم